اهلا بكم معنا من جديد كبح جماحي الصين والضغط على روسيا محوران رئيسيان كانا على طويلة زعماء دول مجموعة السبع في قمتهم المنعقدة بهيروشيما اليابانية مخاوف عبرت عنها الدول المشاركة بوضوح عارضت حذرت وتلقت ردودا آنية من موسكو وبيكين على حد سوى القادة المجتمعون في إيروشيما وجهوا دعوة جماعية للصين من أجل الضغط على شركتها الاستراتيجية روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسحب قواتها بشكل كامل ودون شروط وذلك على أساس ما وصفوه بالدعم الشامل والعادل لوحدة الأراضي ومبادئ الأمم المتحدة القمة كشفت كذلك عن أحدث المساعدة العسكرية التي ستصل إلى أوكرانيا في الفترة المقبلة والتي تشمل رجمات الصواريخ هيمارس ومقاتلة F-16 بالإضافة إلى تدريب الطيارين الأوكرانيين حزمة المساعدات هذه ستكلف الولايات المتحدة وحدها أكثر من 300 مليون دولار وفي خضم البيانات المتعاقبة للقمة وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى هيروشيما لعقد لقاءات ثنائية مع القادة الحاضرين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إمانويل ماكرون زيلنسكي يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى حجد مزيد من الدعم لبلاده في وقت يرى فيه ماكرون أن وجود نظيره الأوكراني في هيروشيما يمكن أن يقلب الموازين بالنسبة لكييف سلسلة التهديدات التي أطلق على الغرب ضد موسكو وبيكين لم تمر بدون رد منهما وزير الخارجية الروسي سيركي لافروف اعتبر أن قمة مجموعة السبع كان هدفها الأساس ردعا مزدوجا لروسيا والصين الخارجية الروسية حذرت الغرب أيضا من مغبة المضي في تزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16 معتبرا أن هذا المسار شديد الخطورة لنا سمع لقد دخلنا مرحلة المواجهة الشريسة مع تكتل عدواني مؤلف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تم تحديد المهمة بصوت عال وعلني وهي هزيمة روسيا في ساحة المعركة والقضاء عليها كمنافس جيوسياسي أي دولة أخرى تطمح لأن يكون لها مكانها الخاص في العالم سوف يتم قمعها أيضا انظروا إلى القرارات التي تتم مناقشتها في هيروشيما في قمة مجموعة السبع هي تهدف إلى ردع مزدوج لروسيا والصين الصين بدورها أبدت استياءها الشديد لموقف دول المجموعة ونددت بإصرارها على التلاعب في قضايا على صلة بالصين وبتشويه سمعتها ومهاجمتها مؤكدة أنها ستقابل بالمثل أي إجراءات ضدها من طرف مجموعة السبع ردو الصين جاء بعد حديث قادة مجموعة السبع عن سعي بكين توسيع وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي واستخدامها القوة لفرض سيطرتها على تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي وعرضوا ما وصفوها بعسكرتها في المنطقة خصوصا المنطقة المحيطة بتايوان البيان ذهب إلى بعد من ذلك وقال إنه من المفيد أن تسعى الصين إلى تنمية نفوذها شرط أن تلتزم بالقواعد الدولية وأشار إلى بعض المخاوف بشأن حقوق الإنسان داخل البلاد هذا الخطاب اعتبر إشارة واضحة إلى أن دول المجموعة تتهم بكين بعدم احترام النظام الدولي القائم على القواعد ورغم مخاوف الغرب تؤكد رئيسة تايوان أنها ستحافظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار في المنطقة وقالت بشكل واضح إن الحرب ليست خيارا ولا يمكن لأي طرفين أو لأي من الطرفين تغيير الوضع من جانب واحد بوسائل غير سلمية اشتركوا في المنطقة اشتركوا في المنطقة اشتركوا في المنطقة وaveنا ومن ثم ماذا ؟ كيف تحب la yuco inki لنقاش الآن رحب مباشرة من بكين بيا الإعلامي والكاتب الصحفي السيد نادرونغوان أهلا بك معنا في المشهد الليلة أولا ما أكثر ما أزعج الصين من ما ورد عن مجموعة السبع والذي استدعى منها ردا فوريا أهلا ومرحبا بكم وهذه الإعلان وهناك كثير من التدقلات للشؤون الداخلية للسين فيما يتعلق بمسألة تايوان وكذلك ومسألة حقوق الشؤون في هونغ كون وطيبت وشنجان وكذلك في مسألة البحر الصيني الجنوبي وبحر الصيني الشرقي وكلها يعتبر تداخل السافر لشؤون الداخلية الصينية نعم أيضا في الموقف الصيني قالت صين أنها سترد بالمثل على أي إجراءات يتم اتخاذها ضدها من الدول الغربية والقوى الكبرى ومجموعة السبع هنا تحديدا عمليا فيما يمكن أن يتمثل ذلك الرد الصيني هذا يتوقف على الانتهاك التي تقوم بها مجموعة السبع ضد الصين فإذا كان هناك أي انتهاك لأراضي الصينية وأجوائها وكذلك المصالح البحرية سيتم هناك رد المضاد وكذلك الجيش التحريري لشعب الصيني سيدابع عن سيادة الصين ووحدة أراضيها وكذلك المصالح التنمية الدول الغربية أيضا تطلب من الصين يعني مجموعة السبع هنا تحدث بتحديد بالتدخل لإيجاد حل للحرب الروسية على أوكرانيا وإقناع روسيا بالانسحاب من أوكرانيا أليست هذه ربما دعوة لأن تلعب الصين دورة الوساطة لماذا قد يكون ذلك مزعجا بالنسبة للصين هذا ليس مزعجا بل هناك الصين يعني الضالت تبدل أكثر جهودها لدور الوساطة والصين تدعو دائما في جانب السلام وفي جانب الحياة وتبدل أكثر جهودها لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة وقد أرسلت صين مآخرا مبعوثا خاصا إلى الكييف وكذلك إلى بولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا ولمعرفة المتطالبات لكل أطراف لتقاربوا بجهد النظر لتحقيق الظروف الملائم لإستناف المفاوضات يعني هل نفهم أن الصين تريد أن تكون قوة وساطة وجهة وساطة بشكل متكافئ بين روسيا وأوكرانيا ولا أن تكون قوة ضغط على روسيا بالتحديد صحيح صحيح ما المشكلة في أن تضغط على روسيا لأن الوساطة يجب أن يكون حياديا ويجب أن يكون الحياديا منصوف يعني لا يميل إلى أي طرف يجب كذلك الحفاظ على العلاقات الجيدة والإتصال مع جميع الأطراف ولذلك هو الصين من الدولة القليلة يمكن أن يجلب روسيا إلى طاولات المفاوضات وأي دول عداء في مجموعة السابعة لا يمكن له بذلك ولكن دول مجموعة السابعة تقول أن هذا الضغط يجب أن يكون لأنه يجب أن يكون وفق مبدأ الأمم المتحدة التي تتحدث عن وحدة التراب والأراضي نعم يجب أن يكون على أساس مبادئ أمم المتحدة وليس معايير مجموعة السابعة وما هي معايير مجموعة السابعة ما الذي تقصد بهذا التعبير إدانة تمديد الأسلحة تزويد أسلحة لأوكرانيا وإتباع خطوات الأمريكية فقط طالما نتحدث عن الوساطة الصينية لإنهاء الحرب الأوكرانية ماذا في يد الصين أن تقدمه فعليا لإنهاء هذه الحرب غير الوساطة يعني الدبلوماسية العادية الصين لديها القوى الاقتصادية والتأثيرات الاقتصادية وكذلك الاتصالات المكثفة هي الدولة الوحيدة في الدول الأعداء الدائمين في مجلس أمن التي تحافظ على اتصال وثيق مع كل الطرفين مع جانب الأوكراني وكذلك مع جانب الروسي وصين لم تقدم أي أسلحة لأي طرف في نزاع ودائما تدعو إلى استيناف المفاوضات وإيجاد حال سلمي عبر التفاوض وفي الصين هي دولة مؤهلة أكثر مرجعية يمكن أن تلعب هذا الدور طالما أنك أشرت إلى المقاربات الاقتصادية هي حتى العلاقات الاقتصادية بين الصين وأوكرانيا نتحدث قبل اندلاع الحرب كانت مميزة نوعا ما وكانت هناك تبادلات وعلاقات اقتصادية بين الصينية وأوكرانية مزدهرة نوعا ما هل تأخذ الصين هذا بعلى الاعتبار في مقاربتها للسعي لإيجاد حل هذه الحرب طبعا هناك هذا التأثير والصين أيضا قدمت مساعدات إنسانية عدة جولات من مساعدات الإنسانية لأوكرانيا وهناك قد أجرى كذلك الرئيس الصيني ومكاملات حدفية مع الرئيس الأوكراني فكل هذه العلاقة والاتصالات قد يساهم في التقارب بشهة نظر وإيجاد حال سلمي لهذه الأزمة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية والتحالفات نتحدث عن مجموعة السابعة هي مجموعة من الدول التي تنسق فيما بينها وتتخذ قرارات وتصدر بيانات قد تكون تزعج الصين أو روسيا الصين من الجهة المقابلة ما هي التوازنات الدولية التي تسعى إليها لخلق ربما هذه القوة الدولية الموازية أو المقابلة وباختصار لأسر أولا الصين تدماسك بمبدأ عدم تدخل في شوية داخلية لدول أخرى والصين كذلك لا تفرد آخرين على إقبال قيمها ولا تفرد آرائها على الآخرين فهذا المختلف تماما عن دول الغربية وكذلك الصين لديها القدرة الاقتصادية الكبيرة والصين دائما تدعم التنمية وتدعم بناء لا تدعم الحرب وكل هذه المزايا يمكن تؤتي صين دور أهم في الشوية الدولية نشكرك جزيلا شكرا على مشاركتك معنا في هذا نقاش من بكين سيدنا ديرونغوان الإعلامي والكاتب الصحفي الصيني ترجمة نانسي قنقر